مع دخول فصل الشتاء تجددت معاناة اهالي محافظة بابل التي تعاني شح الخدمات وبالاخص الكهرباء على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تصرف على هذا القطاع المهم لكن حجم ما يقدم من خدمات بحسب الاهالي لا يتكافأ مع مستوى المبالغ المصروفة اهالي المحافظة المستمرون باحتجاجاتهم عزوا شح الطاقة الى الفساد الذي استشرى بجميع مفاصل الدولة الكهرباء ابد نحو الاسوأ يعني احنا قلنا العام شوية تحسنت لا والله السنة انقص والدليل انه هذا سبب الدمار الكهرباء والخدمات هو دماء هذول الفاسدين اللي موجودين بدور الدولة هذول يجب ان يحالون للنزاهة المفتش العام انه كافي كافي ذلة يعني الخدمات كلها صفر الشبكات مع الكهرباء والله لو تيجي احنا منطقة بالمناسبة احنا ناحية اسكندرية منطقة اسكان الصناعي لو تيجي على شبكة الكهرباء والله تشبع ضحك نقطع الكهرباء بطريقة يعني لا تعرف فيها برمجة ويعني وضعية وضعية مع احترام كسيفة جدا يعني الكهرباء سيئة 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 جدا جدا سيئة خاصة من حياة سندة الهندية يعني الوضعية ما تحتمل يعني زينها سجة وبارد والعالم متحملة بس يعني وضعيتنا بالكهرباء يعني تمدينها على المولدات الاهلية والمولدات مالتنا وقطع دي وصل امراض يعني قطع مستمر واحد امراض يوصل حتى وخمس الساعات جرى واحدة اخرون قالوا ان الكهرباء ليست المعضلة الوحيدة في المحافظة فشح الخدمات بشكلها العام مشاكل طال امد علاجها ليست الكهرباء فقط كل الخدمات يعني كل مدى نطلع مظاهرات المظاهرات المليونية والمظاهرات المركزية في بغداد في ساحات التحرير وفي ساحات الحبوبية وكربلا والناصرية وميسان كل محافظات القطر من تطلع كهرباء سوء الاحوال المعاشية والاحوال الخدمية بعد اكثر زي ان انتوا على اي اساس يعني غير احنا المفروض احنا نحسن من حالنا الخدمي والمعاشي الكهرباء حتى مننا حطوا برنامج مبرمجي وغير مبرمج يعني انقطاع مستمر و هي الكهرباء متوفرة بس اما ما ينطونها عمود يشغلون الشارع العراقي بامور غير ما تخص المظاهرات عمود السلطون للرأي العام على غير امور ما تخص البلد يشغلون بها المشاكل الكهرباء وغيرها واذا فتح الكهرباء راح العالم الدور غير قضايا تسأل عليها وتعاني اغلب قرى واغضية وقصبات جميع المحافظات العراقية من اهمال وسوء الخدمات وتدهور كبير فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والماء واعمال التنظيف والصرف الصحي بشكل تجاوز كل الحدود